سنعود إلى أصل هذه الفكرة بالمتابعة والتحليل والحديث عن قمة القاهرة للسلام والتي أفرزتها هذه الهجمة الإسرائيلية على هذا القطع ستكون معنا بالتحليل الدكتورة داليا عبد الرحيم وهي رئيس تحرير جريدة البواب نيوز الدكتور داليا بعد التحية والتقدير فيما يتعلق بالمخرجات التي نقلت إلينا على الهواء مباشرة بتصريحات من القادر المشاركين استجابة إلى الدعوة المصرية في إطار رصدك الأولي كيف تقيم مخرجات هذا المؤتمر أو إن صح هذه القمة للسلام أهلا بحضرتك وأهلا بكل سادة المشاهدين طبعا يعني قمة عالمية تدعو لها مصر ويدعو لها الرئيس عبد الفتاح السيسي للوقوف والمساندة بجانب الشعب الفلسطيني وكما يصف الرئيس السيسي دائما هي أم القضايا وكل القضايا وبالتالي هذا اهتمام كبير جدا من القيادة السياسية بدعم هذه القضية وأيضا قبول الأطراف المختلفة وقبول عدد كبير من الدول سواء العربية أو الدول الأوروبية وأخصص فكرة الدول العربية لأنه أنا الأوان أن يصطف الصف العربي وأن نكون على قلب رجل واحد وكلمة واحدة والدول الأوروبية وجودها يعطي شرعية لمخرجات هذه القمة العالمية وأيضا يعطي شرعية ويعطي مساحة أكبر لمناقشة قضية فلسطين التي توارت مناقشتها واختفت لفترة وصرنا نعتاد على ما يحدث في فلسطين ربما ما حدث بالطبع مؤسف وسقوط شهداء هو مؤسف ولكن إعادة طرح القضية من جديد على الساحة العالمية أعتقد أنه في صالح القضية ولكني أشعر بمرارة شديدة وأنا أشاهد الحديث عن عدم صدور بيان ختامي من هذه القمة يجتمع عليه الدول الأوروبية وتجتمع على إدانة المذابح والتي فعلتها إسرائيل في الشعب الفلسطيني والمجازر ومحاولة التحجير وكل ما فعلته إسرائيل في الشعب الفلسطيني ورفضهم في كلمتهم جميعا حتى كلمتهم الافتتاحية لم يدينوا فيها الأفعال الإسرائيلية واعتبروها رد فعل على يعني بين قوسين دولة معتدة عليها وبالتالي هذا رد الفعل حتى وإن اعتبرنا هذا وهذا غير صحيح أيضا لكن رد الفعل يكون مساوي للفعل ولكن رأينا رد الفعل بمنتهى الوحشية وبمنتهى الغضب الشديد الغير متناسب حتى في القانون الدولي ماينفعش حد يضربك بطوبة فتصوب الرصاص في رأسه يعني حتى إذا احتكمنا للقانون الدولي هذا غير صحيح ولكن كل الأعراف وكل القيم الإنسانية وحقوق الإنسان وكل هذه القيم وحتى قيم المصدقية في الإعلام الغربي كل هذا سقط أمام ما حدث فيه الأحداث التي تحدث في فلسطين الآن كل هذه القيم والأعراف وكذوبة المصدقية كلها سقطت في هذه الأحداث فيما يتعلق بحالة أو احتمالية أن تصدر هذه الأزمة إلى الدولة الغربية التي ما زالت تمارس الإنكار على الأقل ما يدور داخل قطاع غزة وما يدور من انتهاكات إسرائيلية والرواية الغربية ما زالت سابتة هل نتصور أو نكون محقين إن اعتبرنا أن هذا المؤتمر هو بداية تصدير المشكلة بحقيقتها إلى الدولة الغربية قلت لحضرتك في البداية أن إعادة طرح مشكلة فلسطين أو أحداث فلسطين على الساحة العالمية جزء إيجابي ولكن يعني تعنت الغرب والاستمرار في هذا الإنكار لن يفيدهم لأنه التاريخ يقول أن الأحداث أو الحرب الأفغانية أفرغت لنا الطبعة الأولى من القاعدة وأحداث المتتالية في العراق وسقوط العراق والاكتياح الذي حدث على اكتاح الأمريكي للعراق أفرغ لنا الطبعة الثانية من القاعدة أبو مصعب الزرقاوي والطبعة الأولى من داعش وما حدث في سوريا أفرغ لنا الطبعة الثالثة من القاعدة والطبعة الثانية من داعش وأنا أقولها على الهواء مباشرة معك وما يحدث في فلسطين الآن سوف يفرغ لنا الطبعة الرابعة من القاعدة والطبعة الثالثة من داعش وبعض التنظيمات الجهادية الأخرى وسوف تذهب هذه التنظيمات إلى عقر دارهم في أوروبا وسينفذون عملات إرهابية هذا الخطاب المستفز خطاب الكراهية التي توجهه إسرائيل والذي يوجهه الغرب تجاه العرب سوف يعود بالويلات عليهم وسيدفعون التمن هم والشعوبهم الذين يمثلوهم والذي كنت أتمنى أن أرى خطاب غربي متزن في هذه القمة ولكن للأسف الخطاب الغربي ما زال متعنتا ولكن سوف يدفعون السمن غاليا من عمليات الزئاب المنفردة والمتعاطفين ويعني جيوش التجنيد التي تعمل عليها الآن التنظيمات الجهادية والإرهابية يعني تحت نصرة المستضعفين وبالتالي سوف يزوق الغرب مرارة ما فعل ومرارة خطاب الكراهية الذي يصدرونه تجاه العرب